طبقا لللايحة الاسترشادية في الزمالك فبعد الاستقادة الجماعية اللي جات من مجلس إدارة نادية الزمالك دلوقتي بقى فيه ثلاث أسماء بيشكلوا اللجنة اللي هو المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة الزمالك لحتى إجراء الانتخابات المقبلة مين هو المدير التنفيذي للزمالك؟ هو الأستاذ إيهاب السيد خضر احنا تواصلنا مع الأستاذ إيهاب خضر فقالنا لم تصل إليه أي معلومات عن أننا مسؤول عن إدارة الزمالك لأنه تبقا لللايحة المدير التنفيذي هو اللي بيكون رئيس هذه اللجنة الثلاثية فقالنا أنه ما جالوش أي حاجة وأنه حتى الآن لم يبلغ بأي شيء أما على مستوى فريق الكرة في الزمالك فالراحة تمددت خمسة أيام جديدة بقرار أسوريه قبل السفر بعد ما هو ما سافرش غير لما خد فلوسه أو شهرين من المستحقات وبحسب الأستاذ أحمد دعبس فمساعده حصل على شهر من مستحقاته السابقة الزمالك بيجهز بل هيرسل شكوى إلى اتحاد الكرة المصري مطالبا فيها بإيقاف أحمد عيد الظاهير الأيمن السابق للفريق اللي وقع رسميا للانضمام إلى المصري البورسعيدي وبيطالب كمان بتعويض مادي تعالوا نستعرض سريعا تفاصيل القصة دي عشان نقولكم أنه بعد ما المصري ضم اللعب الزمالك كان معاه عقد بالفعل وأنا قلت لكم أن الزمالك معاه عقد مع اللعب وهو الزمالك بعت لأنه وقع على عقود لناديين وبالتالي فانتقاله بحسب الزمالك غير صحيح شكوى لحفظ حقي في اللعب يستند الزمالك في الشكوى على أن اللعب أكد في جلسة الاستماع بسبب شكوى أمبي أن رغبته هي اللعب في صحوف الزمالك وبعدها وقع لعقود الانتقال للمصري الزمالك طلب إيقاف أحمد عيد لمدة ستة أشهر وأن يتم تغريمه ماليا بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايين جنيه هو لما يتم طبعا تقديم العقود لو الزمالك قدمها يعني بالفعل هي في عقوبة مش على المصري بل على اللاعب هتبقى ما بين ثلاث شهور لست شهور وإن كنت معلومتي أنا أنها بتبقى ثلاثة أشهر في حالة التوقيع لناديين ترجمة نانسي قنقر